حيث تفيد آخر الأخبار وفقا لمصادرنا مصادر الحدث بأنباء عن اغتيال إسماعيل هنية في إيران إذن أنباء عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إيران إذن وفقا لمصادر الحدث أنباء عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في إيران هذه الأخبار العاجلة تأتيكم الآن من الحدث بالطبع سنكون مع أي تفاصيل جديدة أو أي معلومات حال ورودها إلى غرفة الأخبار أولا بأول ومع مراسلين وأيضا ضيوفنا للتحليل حول هذا الخبر وبالطبع نبقي عينا عما يحدث في لبنان تداعياته بعد ضربة الإسرائيلية التي طالت الضحية الجنوبية وآدت إلى مقتل قيادي بارس في حزب الله وهو شكر فؤاد شكر حيث يعتبر هذا الرجل هو الثاني في حزب الله والحزب للآن يلتزم الصمت ولم يصدر بيانا بعض المراقبين قالوا إن الحزب يعيش حالة من الارتباك وأيضا إذن المركز الفلسطيني للإعلام الآن يقول مقتل إسماعيل هنية في استهداف إسرائيلي في طهران إذن المركز الفلسطيني للإعلام يقول مقتل إسماعيل هنية في استهداف إسرائيلي في طهران إذن هذه الأخبار تأتينا تباعا إلى غرفة الأخبار بعد أن باء عن مقتله في إيران إذن المركز الآن أيضا الأخبار العاجلة من المركز الفلسطيني للإعلام مقتل إذن إسماعيل هنية في استهداف إسرائيلي في طهران والأخبار وفقا لوكالة تسليم الإيرانية تنقل عن الحرس الثوري الإيراني اغتيال إسماعيل هنية في طهران والمركز الفلسطيني للإعلام يقول اغتيال إسماعيل هنية باستهداف إسرائيلي في العاصمة الإيرانية طهران هذا الحدث البارز إذن سنناقشه مع ضيوفنا بعد قليل وننقل آخر الأخبار من هناك إذن عبر الحدث إذن حماس الآن حماس تعلن اغتيال إسماعيل هنية ومصادر العربية تقول اغتيال إسماعيل هنية مع مرافقه وسيم أبو شعبان في طهران وأيضا كما ذكرت منذ قليل المركز الفلسطيني للإعلام يقول بأن إسماعيل هنية اغتيل باستهداف إسرائيلي في العاصمة الإيرانية طهران إذن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية يغتال في استهداف إسرائيلي في العاصمة طهران وأيضا أذكركم مشاهدين بأن حركة حماس الفلسطينية تعلن اغتيال إسماعيل هنية الآن إذن حركة حماس تعلن في بيان اغتيال إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران إذن هذه أبرز الأخبار الآن الواردة لدى غرفة الحدث للأخبار في الأخبار إذن حماس تعلن في بيان رسمي اغتيال إسماعيل هنية وبالطبع سنكون مع آخر التطورات وفقا لما يردنا من أخبار عاجلة مصادر العربية تقول أن إسماعيل هنية اغتيله مع مرافقه وسيم أبو شعبان في طهران إذن سنكون معكم في تغطية مباشرة لهذا الحدث عبر شاشة الحدث إذن وفقا لمصادر الحدث اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس في العاصمة طهران وهناك مصادر تتحدث عن أن اغتياله تم في طهران بتخطيط وتنفيذ إسرائيلي إذن حماس تعلن اغتيال إسماعيل هنية وأذكركم أيضا مشاهدين بأنه تم اغتياله مع مرافقه وسيم أبو شعبان في طهران وهناك مصادر الحدث أيضا تتحدث عن أن اغتيال إسماعيل هنية تم الساعة الثانية فجرا بطوقيط طهران ترجمة نانسي قنقر